وصل صوتك نبي بناها فعلى القناة يقرع القناة وموجه المناية حولها ويحكي على قلعه بشي نرمال برشي حس حاجة عادي جدا برشي حس بثماش ميلاد بلاش حس احنا كله مرأة طولة عندها الحس بالحس سيد وزيري والحس تنسبول دولافيرا ايا ماذا هي سرحس هذه ولادة عسيرة ونجم يموت الجنين فهم برشا مشاكل في الولادة هذه فهم برشا مشاكل حدث ربي ميموتش الجنين الجنين تبركلا عليه عادي يكبرو عادي ينمو ممكن تولد شوية كبير شوية مريك كبير شوية لطفة رجو كنويت بالسكر لا كان عطيوه تغذية به ما يمورش بالسكر بيه برشا حس دونك عليك خلنرجع اليوم واقفة جاءت قدام لوزارة وزارة التربية ثم انتلاق شمشون للقصبة ويطالبوا بإقالتك سيد الوزير مرة أخرى نفس الشعار نطالبوا بإقالة السيد الوزير الإسلاح التربوي مش مش يسهير إلا بإقالة الوزير لن تصلح ومن أن يصلح حالو وزارة التربية والتربية والمربي والتلميذ كان لزم والولي إلا بإقالة هو much of a and abnormية نحن عنا نحكيو على سلاح بو نشوفو أرخام خايبة يتلمل وزيرو يتلم فوتيلو ونعملو حاقة المبكة ونبكيو على تربية في تونس تتلم النقابات تتلم والإصلاح التربية ما صارش نهارة ندخلنا في الأصلاح التربية بالرسمي واخدين البستورية وبدين نجرح الناس تكون قلقت قال لي محابش يبدل عاداته قال لي مصالحه تضربت قال لي كل بدت وانا قلت ربما انا جد بعد قلت ستحت رب مش يكون مول مش يكون بالاضربات مش يمس مصالح مش يمس امتيازيات مش يمس ركوت واذاك هو بيه انا بدأوا بالمطالب المادية واتحقت كلها ما ثماش ربما في تاريخ الانسانية وزارة حقت كل المطالب المادية هم يقولوك لو مطالب النقابة ليست مادية بقدر ما هي مطالب لتحسين الوضع التربوي الذي وصفوه اذن بالسيء والرديء ومن بين الأسباب الأذراب الحضور اذن رفض لانشاء اتونجيونه تفاصيل من بعد هذا شعار رفعينه كرامة المربي هذا هو شعار كبير ناجي جلون كرامة المربي لا يمكن الحديث عن عملية إصلاح في غياب الاحترام بين الطرفين هذا يعقوب اه شنه كرامة المربي اخيانك نحكي على عدد ضخم من الأسادة كالفين بعمل إداري وياخدوا شهرية وما يخدموش مسيت كرامة المربي بالعكس بالعكس وانا رفعت من قيمة الآلاف اللي تخدم في روح اخي وقتل نقول منظومة تكوين مدرسين ضعيفة مسيت كرامة المربي كنقول المديرين نقصين تكوين مسيت كرامة المربي باي ومهده مش مسؤول على المربي مسؤول عليه المنظومة كاملة مسؤول عليها المنظومة كاملة باي سديها طعونا عود الخطاب واخوة العالي احسن معالمين في العالم واحسن سدف العالم واحسن برامج في العالم واحسن مناهج في العالم يا خي مالش بين في بيتزا الخرانين مش نكذبو على شعب الطووس مش نكذبو على الأرواح وانا ما حابش لك دف 베 وفي الحديث تنبى ويبص صيغ قاد rek معارش الحديث زي ده من علم علما وكاتمه اللجمه الله بنجام يوما قيامتي ونحنش لجام بنجام منه نحنش لجنة لأنه طبال روحي مسلم صالح دي كي نقول عن ضعف التكوين عن ضعف التكوين أخي تشير بالأساذة يا أخي كما أنا في ضعفين موش تشير بالأساذة هوقا حلنا مدارس تكوين معلمين والأساذة لأن في العالم الكل يتكونوا الأساذة والمعلمين للمهنة يدي وكانت عنا في تونس مدارس ترشيح المعلمين ولا أساذة هوقا حلين الإشكال وبعثنا مدارس تكوين معلمين أخي وين هو التشير شوف كرامة المربي أنا أكثر واحد دفع لأني أنا مربي كرامة المربي وهو يلقى مدسة نظيفة ولايقة أخي شوين هم الألاف الخربة لقيتهم أنا شوين ما حكيهاش عليهم شوين ما حكيهاش عليهم أنا عملته لأنا أنا مش مستعد نلقى قاعد أساذة مصخة ونظيفة وطائحة ومش نظيفة وطائحة وعملت قاعد أساذة نظيفة كرامة المربي يا أخو أجر محترم أكثر زيادات بتاريخ وزارة التربية صارت معينا ونتحدى أي إنسان كرامة المربي أنا الوزارة تدافع عليه وقتلي يعتدي وعليه وإحنا كل مرة يصير يعتدي على المربي نمشي المحاكم كرامة المربي وقتلي راكب الامتحان يلقى كرامته وهذا كل ما عملناه أنا بالنسبة ليني هديك كرامة المربي وهل هل شعار مرفوع على المدسل العمومية يخي بالأرقام السناك قادة ترجع الناس للمدسل العمومية بالأرقام السناك فم زيادات في الناس والناس قاعدة ترجع على المدسل العمومية بالأرقام لا 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 مش صحيح بالأرقام نسترجع على المدسل العمومية وبالأرقام فما ارتفاع له لا لا مش صحيح فما دارت خاصة قاعدة تحل أنا نمشي بالأرقام ما نمشيش بالانطباع بالانطباع اليوم بالأرقام نسترجع مصر العمومية بالأرقام ونعطيك الأرقام ونشبعك بالأرقام بس أنا أولى هذا أخيذ ناس اللي دافع هافس دربوت المصر العمومية فهماش واحد فيهم ونتحداه جاب قصدري دهن ودهن نحيت مش خدمته ما هو يدافع المصر العمومية مش خدمته ما ليسكت لا ليسكتش عليش يسكت أنا جيت بلدوزار وطيحت مدرسة يمانا صلحنا أربع عليا في مدرسة أخي كي يجيبوا رجال الأعمال مش رجال الأعمال أنت يسيب بكرة عكاشة تجيب مدرسة اللي خرت فيها وتجيب لها دهن ولا نجار ولا حدد فكيتها عطينا مدرسة البوشماوي ولا عطينا مدرسة لفلانة يمانا مدرسة عمومية الناس قرأت تحب تصلح مدرسة قرأت فيها أتونيك بعت من بين الفكتين إنشاء ديوان خدمات المدرسة وعرض خدمات المتاع المدرسة والمقل على المناوة هذا كلام ديوان خدمات المدرسة والله حتى نسمع فيه الكلم هذا برشا وقاط برشا نسمع فيه ديوان خدمة السي باي أنا في ديوان خدمة المدرسة ساديوان خلسان عندو عام حتى عمل لم أحكى عليه حتى حتى وعملته وزارة تربيا وزارة البيت نعمل حاج وفهم دوان الخادمة الجامعية وانا في فرنسا كنت فهم دوان الخادمة المدرسية والعالم الكل انا كي جيت لوزارة ديني تقارير في البيرو على المبيتات والمطاعم كل شي عال ماكلم ريقلة صفقات بركال عليها زيارات رسمية كي نمشي هبطولي الحم جيبولي بلاتو بيهي ها يعملولي هاكا اما انا انسان نمشي في الليل نمشي هيك ماذوري ما نعمل ليه نسقط على الانترنام نلقى الحم بالدود كمال باح نلقى قيت في جندوبة وشفتوا الناس كل تصورش قيت نلقى خضرة مدودة نلقى ماكلمة تاكلش نلقى ألم تصوروا الكل نلقى هنا في المطاعم لاننمشي مغلما نشاور نمشي كذيف فقير ظل كي ما يقوله نهبط ما غير ميعات كي ما تقول الغناء نلقى شفت حواج عمري ما شفتها في المبيتات قلنا نعملوا حاجة تمركز بيه هنعطيك أنا الأرقام هو عنده عام لحظة سيد وزي هنعطيك الأرقام لحظة سيد وزي خلنا استفيد لا لا سمحني خلنا خلنا استفيد شفت المطورة قش فيها فيها شرية للحم من 10.000 6.000 هذه شكون شارية هنعطيك شكون شارية هنعطيك اسم المدرسة هنعطيك شارية ديوان مقدش شري الحم أنا سمسر لولاك واللي تشري ديوانة في الحم ربحت 400 مليون ربحته المجموعة الوطنية في أخ المطاف في أخ المطاف أخي المدير 3.775 دينار هذي سكتم ومش اختصاص ومش خدمت كل مدير مسكين سودو بروي وبالطب الحال معناها وجبات معناها غيرة صحية وصغرية أنا قيت عبايت تاك في كاسكروت بتطل منتر هاك شكنا يلقاو باي سمحلي ديوان خدمت ديوان خدمت واختش عملتوه هذي في 2015 ومصحين عليه لجنة ومصح عليه فيه لجنة من لجنة السلاحة الترب ويخدم بيصور بيخدم فما النائب محترم ومعها جمعها في الديوان قالوا لي نهار 2 جام فيك يدخل الديوان الصغار مش ترمش تروح هاو مجاعتش صغار قالوا لي برنامين الديوان صغار مش تروح هاو مجاعتش صغار هاو كتاكنا على الروح ولبس عليها وحسننا الأكلة وبرأ إسلوا تلامنا كل المعاهد والمدارس اليوم لقيت البارح ولقيت الحم لا 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 نقول لك تقل البرمي جانبي اي مشي تقبل البرمي جانبي تصورة ذي كم نقطة لا قبل ما يبدأ الديوان يختم وبيسور اخي الديوان مش غير كل شي بعصة سحرية بتتبتي ومفاشون شي بيسور ميزارت فما ما شاك ميزارت ما في شاك شكون يحكم فيها من المطاعم والوحدة ذو مشكون المدير المعهد ولا فما شوالي مدير مستقل شوالي الديوان يعمل شراءات بصفة مركزية بصفقات واضحة تنجمي شوفها انتي وشوفها اي مواطن مش كل واحد يشركي ميحب ويعمل لي حب وفي كل معناها بسان فما مسؤول من الديوان عينته لوزارة ويتحمل مسؤوليت ويتحاسب وناس متخرجة من لنا وناس مختصة في الكوتابيليتي وناس مختصة وليوم لبلاء نعملوا فيه مع وزارة الصحة طبق اليكل الصغير مع وزارة الصحة ده هاو المشكلة الكبيرة اللي عاملينها على ديوان الخدمة درسية لأننا نحينا برشة مصالح وبرشة برشة حويش كانت مش واضحة مو يحبوا محاربة الفساد هاو محاربة الفساد شوالي نحيت شوالي كان مش واضح ونحيته برشة حويش واضحة لأنه كان كل مدير يحب هاو حاتين هالنقابة في بيانهم شو حاتين هالنقابة نقابة التعليم الثانوي هو شكور الطرف الوحيد اللي يهتم بالمطعم والمبيتات هو نقابة الخيمين نقاب الخيمين معناها معانا منخرطين وخرجوا بيان وخرجوا بيان قالوا هذا خدمة جديدة وهذا باي اليوم نقابة المدرسين اللي ما عنده حتى علاقة بالمبيتات وما عنده حتى علاقة بالرستورونات اليوم عنده مش لمعدي وانخدمة المدرسية اللي هو مش مختصاص هذا الواقع اللي قادة يعيش في في البلاد شنو الخوصة سالة عندهم قالوا اليوم عندكم خدينا سفري خدينا 240 طباخ من المطعم نكونوا فيهم في مدارس السياح اليوم الطباخة قالوا يطيبوا للصغار عمير نعرفوش يطيبوا هذا كهو نجمه معناها كانوا في مجهود جبار اخديناهم ونكونوا فيهم في سيد الظريف رئيس الظريف تابع للدولة التونسية ماش تابع لك اللي عم نو عليها مشكلة هذي كم تسوس تابع للسيد الظريف تابع للدولة التونسية وما ذرنا كان غدوة ناخد واحنا طباخ واقلة تكنيسيا ونكونوا في مؤسس مؤسس خاص وين الخوصصة اللي حكوا عليه وين الخوصصة وين الخوصصة وباي في الاخر المطاف لو كان ثم مدرسة معناها تتعامل معنا تريتور وما قناش وين المشكلة اخينا في تحاد سوبيت مركزة الشراءات نجل تمشي للوبيات الكبار احنا بالنسبة لنا ما تحب محاربة الفساد عملنا محاربة الفساد وقسم مع الفساد معناها المدير اللي هو اختصاص وتاريخ وعنده برشا مشاكل نحينا له الشراءات ونحينا له الخضرة ونحينا له الحم ونحينا له البطاطا وعطيناه لهيك المختص وهذا موجود في العالم الكل موجود في الجامعة كمعانا سينجلوا الوزير التربيا ضيفنا في ميدي شوحة اشيلا ما دي سعيد اعتدتك الفاتورات ايه هذوما شراءات خاطر فيما الحم مصري بسطلتاش نلف والحم نشري بسطلتاش نلف 8 واحد يشري بسبعة واحد يشري ونوع ما نجموش نواسطه هاك اشنو نوع الحم حتى حد ما يعرف ما يعرفش اخيانا مختص في الانتركات والفيلة انا ما نعرفش زير اللي عليه اكثر جدلة اللي يميت هذوما واكثر مشاكل عنده مع النقابات مع النقابات لا عندك مشاكل سيد وزير لا عندك مشاكل لا 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 عندي عشرة نقابات يوميا تتحرك لا 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 عندي عشرة نقابات فيهم ثمانية معناها تشاركية ممتازة جدا لأول مرة سلاحة طربو يوصل الى نهايته بالنسبة النصوص مع الاتحاد العام التونشي الشغل قسم الوظيفة العمومية منخرطت معنا نقابة القيبين هاك تشوفش خرجة بيان معناها الدعم مشروع معناها متاعنا نقابة موتفقدين خرجة بيان نقابة واحد عنا ثمانية نقابات علاقات ممتازة جدا عنا نقابة طو ما فهمتش فيش تعمل عنا نقابة اخرى مره جدل اما بالعكس علاقاتي ممتازة مع النقابات مال عليش سمعني عليش سمعني سيد وزير المشكلة يفيك يفيهم او نعطيك حاجة او نعطيك بشكل حاجة لا 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 المشكلة المشكلة مش فيها انا تبرك الله نبس عليها ما عندي حتى مش هيك هاو طو البارح قالوا لي قالوا ثم دراسة عملتها لونيساف قالوا اهانة المربي يقول دراسة هادي عملتها لونيساف واجابة بروديوتوت والبروديوتوت خرج انطلاقا من عينة محدودة وانا ما نعنيش موافقة عينة محدودة معناها ثمانية واربعين في المائة من القطاع الماس مسؤول عليه المعنف العنف المسلط من قبل المربين على التلامين عنف عن الأوروبيين محدودة جدا نكشت سماع عنف معناها عينة انا نعتبرها مش صحيح ما مشاش مع ثقفت عينة محدود خرجتها لونيساف اخي نمشي لونيساف قالوا ما تخرجي دراسة متاعك هاو تقول نمشي لبيزا قالوا ما تخرجي دراسة متاعك لحنا في الأخر سامحني معناها مرة فات عركة صارت ما بين أستير وولية تعاركوا معناها مشاوا للقضاء قالوا برا تدخل في القضاء اش دخلني أنا في القضاء انا رأوا حدودي تنتهي في حدود المدسة رأوا في حيث المدسة تنتهي حدود اذاك حدود معناها شوف شوف للا فرانسيس قالوا كنت تريد تحديد ويساعد 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 علش 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 نقابة التعليم الثاني ونقابة التعليم الأساسي عندها معاك كل هالمشاكل وط برا سلوه ما نعرف أنا ولا ما نعرف أنا ما نعرفش ما نعرفش أنا نعرف نقابات دفع على مصالح دفع على حواج دفع على زيادات قاعدين نخدمو فيه وعطيناهم أعليش إمتهانك آآ آآ معناها إيهانة الكرامة متاع المربيين يعطي هذي وقتين حالة الإرباك اللي أدخلتها في صفح مدرسين بسبب تصريحاتك الأعلامية الإيساءة إلى إصلاح التربوي شو متعام؟ شو متعام؟ شنو معنا فهما الناس تحب تعمل كما تعرف الحجر بنشبز يقول يقول من تكلم أنك قتلناه ومن ساكت أن نحب نتقتل أن نحب نتغمن وشنو التصريحات يعني نقول فيها تصريحات هل تسمع بها النس كل شنو فيها؟ يعطينا شنو فيها؟ صف ما سمح ويجبنا عطفهم شنو فيها حكاية هزو هزو علينا سلاحة هذيك لطول ما تنحاتش من قلب لسات هذيك هذيك كلمة جيت ماعتذرلهم عليها وخلتو خرج من سياقها خرج من سياقها وعتذرت وقلت رايح فيها في تحركاتهم الوزير هانكم وقال عليكم مرهابيين أو هكا هذا كلام يتقال عن أسادة هذا هذا تبرير ما أنا أقول على زملاء رهابي معناه أنا رهابي النقابة تحرك في الأسادة أنت يلاقي على قل جزء منه هو هذا لا لا أشوف هو بصراحة أنا ديني أصداء من قاعات المتحدة قاعات الأسادة وجيني أصداء المعلمين فهمت الأسادة تبارك الله عليها مقايمين يخدم الله ورحم من خرطين في الأسلاح التربية الأمور ماشية أنا سيدي مليش فهم مليش تحركت هذه أنا مش فهم سألهم أمو هل سألهم هل سألهم يعطيني اللي زالجي مع ذوما شنو ما يعطيهم هذوما ها ويقول لك ها وكيف إيهانت المربي أنا كنت نحكي لك ما إيهانت المربي دول خدمات المدرسية لقيمنا عليه خوصص أو خوص أنا كنت نحكي لك عليه الارتجال في الأسلاح التربوي ناجي جلول قام بسطه على مخرجات الأسلاح التربوي واتخذ قرارات أحدية من ذلك القرارات متعلقة بالنظام المدرسي ونظام التقييم وحذف الأسبوع المغلق ومجعل التلاميذي يعيشون ضغطة نفسيا كبيرا ويعمل لصالح مسار سياسي ربما يكون مرتبط بحزو وبحزاب أخرى ولفايد أباطلة المال لذارة المدرسة العقبية من خلال خوصص ديوان خدمات مدرسية والمطاعف المدرسية يعبتينك هل نقرأ لك هل نقرأ لك كرابة المربي كنت نحكي لك عليها الخوصص الدوان الخدمات مدرسية برا شوف هاري مين خوصص التعليم ونشوفه فيه معناها احنا معناها نقوم بمدرسة العموية ونصلحوا بمدرسة العموية به الأصلاح التربوي أصلاح التربوي شوف عنا عام ونصف نعملو فيه في ديجين مع التحدي عمتوا شغل ونفماش لجنة ما مشارك فيها أنا قابل والقانون التوجيهي معناها ها كان شوفتو خرج خدمناها مع بعض ايوينو ايوينو شنو نعمل فيه وحدي عطوني حاج تنحيت تغيير زمن تغيير زمن المدسة مسحين فيه أما راهو فما عارت راهو راهو الاصلاح التربوي نعمل فيه مع الاتحاد نعمتوا شغل مع قسم الوظيفة العمومية مش معنا قابل لأنا مش مفاوضات أعطيني حاج وأكثر من هك الزمن المدرسة ممثلية نقابة على المثال ومسح فيه ونجيب لك تصحات مش ننشرهم متصحيحات الكل والناس كل مسحة الزمن المدسة لأ طوى عندهم من نوت شاب البطاية قالوا الارتجال وهيبة الدولة هاو طوى ارتجال وهيبة الدولة شوف هل طوى العركة لكلها عزمن المدرسة عركة كاملة وقام نامل ويرتجل ويتراجع أولا نشوف مش ارتجال سيد وزير أنا كتجي في أول العام تبدل الزمن خيكم لا خنس أعطيني أعطيني وانذر تجال جي في وسط أول العام وتعطي تقول رهو سناء العطل بش تتبدل وعط الشتاء بش تتبدل في وسط العام تقول رهو اتفقنا على ارجاع عطلة الشتاء مش ارتجال سيد وزير أبو بكر الارتجال ولكن جمعا خلقها وجهتك الرجالة تقول ردو تعيش منها الرجالة الرجالة هو أضعف قسم في الجيش الحفصي أضعف قسم في الجيش الحفصي وأنا نومر بالنساء أكثر من الرجال ونومر من مستقبل ليتي بالنساء البلاد هذه أسستها مرأة والرجولية الفارغة ما هتحد شي همت وذي جوا في الشعارات ترفعت في التحرك السابق أما أما تعطى برا ان هي الشعارات متمثلش مربي متمثلش تذرولك عليها وقالوا شعارات متمثلناش وكذا وتم تجاوزها المسألة حتى نتجاوز برش حواج تقول ومش بتهمش بيه أولا شوف شو معنها معنها شو معنها وزير يسكر وضنيه وميسمعش العباد وكي تجي عباد تعطيها أفكار يسكر روحوا ببيرو علش مخي توش ملول سيد وزير ده لي سمحني مو ملول تاخده سمحني أنت ملول تاخده لا نخش عريبه بك هو أماني التشاركية والديمقراطية والكل والخلاف احنا اتفقنا وكان اتفاق كامل واتفاق الزم المدرسة القديم مش به وفيه شوية كذب على شعب التوصي لأننا احنا معناش ثلاثيات ثالثة ما كانش موجودة ثلاثيات ثالثة موجودة أقل مشارب خدمة في ثلاثيات ثالثة كان عنا زود ثلاثيات بالضبط قلنا نعملو نظام سوداسي نعملو نظام سوداسي ونحيو الأسبوع المغلق ونعملو خمس أسابيع أسبوع وقلنا السناء نظرا لظروف خاصة جدا من أول العام عطلة الشتاء ضزيناها شوية ما عادش كل عطلة التقليدية وطور هما في الجامعة بعدما مرتاحين قلنا اكسبسونال وعام الجاي مش نرجع العطلة الشتاء القديمة أنا قلت لأننا عم ناود تخنى قلت وطور مش من الأول من الأول من الأول عام قلت جيب لكلامي قلت بش نرجع العطلة الشتاء طبيعية ومش تنسقوا فيها ومن الأول عام قلت شوف النظام هذا وقلت بش نقيمه وراه كل إصلاح تقييم أي تقييم سحيح أحنا قيمنا فاخر سوداسي قيمنا شقينا قينا قينا أن منسوب العنف في المدارس انهار بالنظام الجديد وعمل أرقام منسوب العنف كارية العنف اللي كان يمكننا معناها أزمة حقيقية داخل لأن بعد خمسة أسابيع لا كونسونتراسيون طيح معناها وقتل لوت كوم لا كونسونتراسيون نصرحوا الولايات جمعا معناها السيرتيفكات معناها معناها إجزاء المرضية في الإطار التربوي انهارت تغيب لأن كل مختصين العالمين نخلك بعد خمسة أسابيع أو ستة أسابيع الأستاذ والمعلم معناها نسبة تغييب مدارسية المرحلة الابتدائية خلال الفترة متراحة بين 15 سبتمبر 2016 و 16 نوفمبر 2016 1.2% مقابل 2.3% خلال نفس الفترة من السنة دراسية المنقذية وهم يعادل 37.601 يوم عمل مهدور خلال السنة دراسية 2016-2017 مقابل 74.344 يوم عمل مهدور لسنة دراسية 2015-2019 غيابات 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 تدريس لا 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 وعنا نجيبهم نعطيهم نسوه لا 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 هي أرقام نزارة شوف أيام التدريس والعطل المرضي انهارت في النظام الجديد انهارت 15.040 حالة غياب فترة 15 سبتمبر 26 نوفمبر 2016 بنسبة 23% مقابل كانت ولد 15 15.040 وقت اللي كانت 24.782 حالة غياب بنسبة لنفس الفترة من السنة دراسية 15-16 أي ما يعادل تراجع ب38.2% لحالات الغياب إجمالا عطيها دي ما نقرأ في أرقام لوزارة نسبة الغياب لدى مدارسية الابتدائي تراجعت بقدر وترقم هذا ما أرقام أوفيسيال 97.7% هذه أرقام أوفيسيال والدولة تونسية متعطيش أرقام كذبة هذه أرقام تلزمنا وهذه أرقام خدمنا عليها عام كاما نخدموا عليها الأرقام هذه 88% تراجع بالنسبة لأعداد والتعليم الثانيوي في نسبة الغياب وتراجع العنف في الوسط المدرس هو شربح وتراجع معاه هذا زيادة يمد دراس واحنا مزر نخدمها لها جوخ نحن عام جاي وزمنا المدسي الصغار يقرأوا ويقرأوا سنر سبت لأنه الوالدين نتاهم رتحين وقاعدين نحضروا مني تحتها باش نعمل نظام هذا تشوف قيمنا عدلنا قلنا عطل تشتاء إلا كن إكسبسونير عطل تشتاء يأخذوها الطلبة مع بعضهم ثم توانسة البرة ثم توانسة يحبوا ثم معناه فمني سبش وعطل تشتاء نسقنا المرة هذي وقعدنا في جاسب تعليم العالي وقش نوصلولا إيه لو كان عمناول معناها من الأول كلنا ناوي مش ندخلوا لكات سبتمبر وصار ضغط كبير باش مدخلوش لكات سبتمبر ومازال مرفوظ وناتودي هانا قاعدنا نحكي وإحنا دفاصلهم محنش نبتلو حد شاي مش نرجعوا لشوركنا في الاتحاد مش نرجعوا شوركنا في شباك تعال نحكي مش نرجعوا لكات سبتمبر لسيدة والمعالمين أنا شوف أنا نؤمن بالقناع يجب نقتنعه حتى كما خينش كات سبتمبر يجب ننعده شوي لأنه شوف عنا مشكلة أخرى نجمه نعطيه نجمه نتطابخه في العطل كل مع التعليم العالي أما يجب تفهم التعليم العالي يتكلم تكملوا السيزون تحم في أفريق أحنا نكمل معناش نفس الزمن في المدرسة التعليم العالي إكسيبسونيلي بش نحطوهم مع بعض ومش رعطوا تجده سمح سيدة وزيل المطروح للمراجعة هو حتى خمسة جمعات جمعة مش يتراجع زادا خمسة جمعة جمعة مش مطروح المراجعة تنحية الأسباع المخل مش مطروح المراجعة نظام الخروج من منظومة الامتحانات إلى منظومة التكويل المستمر غير مطروح المراجعة فقط عطي سي جييم موحدة في العام غيرها ما تروح المراجعة 9 يام واحدة في العام غيرها ما تروح المراجعة هذا كل تسمى تروشيكا صغيرة يتسمى هذا تراجع يتسمى هذا ارتجال نعملوا حاجة ونقيموها كما مثلا نظام الفروض فما شوية تروشيك لأنك تعمل إصلاح تتوريك وبعد نزلوا الواقع قاعد ينصلحوا فيهم ما يغيرش الهيكلة العامة اللي اتفقنا فيها ثم فيها المطاف اتفقنا في هيكلة عاملة مع الاتحاد أما الجزئيات التطبيقهم اختصاص وزارة التربية يخلونا حاجة شوية وزارة التربية خلوه حاجة لوزارة التربية هل سيد نجي جلول اليوم بشي استقيل تعرف أنا والمولود في تبسوس طبس وزارة تورد فيها حنا بعض أنا ويها ويها تحوم وأنا مكش من نوع لو حسلاحه من اللول أنا عمري ما نستقيل أنا بعض وليت حومتي عمري ما نستقيل وعمري ما ما نقفصت المعركة وأنا اختصاصي تاريخ ليه تعتبر فيها معركة لا لا غيرة لا لا مش معركة مع النقابات حنا بعض وسلاحه لا لا مش معركة ضد نقابات معانتي حتى تعرك هي معركة ضد الفساد وديوانة وخدمة مدرسية هي معركة ضد الفساد هي معركة ضد الجهل هي معركة ضد التخلف هي معركة ضد لميزير أنا قاعد نلقوا فيها في المدارس والكراسي مكسرة والمطاعم خايبة هي معركة من أجل كرامة التونسي باش ميشوفش روحه في التقييمات العالمية في التربية هو آخر واحد في حين أنه هو بناء بناء مشروعه الوطني على المدرسة هي معركة من أجل كرامة المربي باش المربي التونسي كيخد في القهوة ومشي بالشارع يبدأ هزراسه يقول أنا عندي أحس التعليم في العالم هو كرامة المربي هي معركة من أجل التونسي باش كي تونسي يخرج لكي الخارج ميقولولوش راهو أخي احنا كي نخدم عن قطاع المدرسي تاني أعطيك كي نخدم عن قطاع المدرسي وطيحنا أرقام عن قطاع المدرسي هبطناهم بعشر ألف خمسناشن ألف سنبقى معلفي ستشور وعملنا تو وعملنا تو وعملنا تو شا عملنا؟ عملنا برنامج المدرسة مدرسة فرصة تانية اخي مش عنا مشاكل تارهاب اخي الناس نقطعوا من المدرسة وين مشيوا وين مشوا لانحراف والارهاب رفع الشعار مقامة الارهاب والارهاب في الشعارات رفعوا الناس كل ساعة ما عارفهم أما احنا منظومة مدرسة فرصة تانية ومش نقضيوا على انقطاع المدرسي ماوش محاربة لانحراف والارهاب ولا بتتكريمانيليتين انخفاض عشرة ألف ورعمية واربع واربع وارترين منقطع هل بلغك السيد ناجي جلول هل بلغك ان اتفاقا حصل بين نقابة الاتحاد والحكومة على إقالتك في التحوير الحكومي اللي بشي جي سرطان ماوش جي تحوير حكومي ماعني أنا يا ابو بكر هل بلغك ما بلغني حتى شيء موش سرح أنا معناها بتولتش وزير ماش ناوي الموت وزير انت انا اشتغل هتكون ناوي الموت رئيس انا ما نعملش الغيب اما ما نعملش وزير انا نشتغل بالسياسة في حكومة ولا خرج حكومة أنا عندي ثقة كاملة في السيد رئيس الحكومة وعندي ثقة كاملة في دعم السيد رئيس الحكومة وفي دعم السيد رئيس الجمهورية وفي اخر المطاف أنا جسوين كوميدليتا أنا على ذمة الدول لو كان رئيس الحكومة يشوف السياسة متكاملة تقتضي قالت نجلوني أنا نمتثل طبيعي نقعد نشتغل في حزبي أنا موجود في حزبي لو كان سيد راسكوم يشوف كي جدون البلوس في وزارة التربية مرحبا يشوف كي وزارة أخرى ومشوف كي وزارة التربية ويشوف تريزوري في وزارة التربية وسعيد في وزارة التربية ومتمسك وقاعد نعمل في خدمتي اليوم عندي اكتيبتي مشت الصغيرات الماشين لسفارة ألمانيا كل واحد بنكارت للشعب الألماني كنت معهم بصباح عملت برنامج انتلاق تونس في عدوني عدفاليها وعنا خدمة كبيرة الحكومة الصغيرة في مستقبلهم ميزلت وقت لهو ما عاملين أنا عملت مدسة رقمية قالوا لي يحلم أعملت المدسة رقمية أنا دماري أفك سوستيكول عمجي سسانيكول قاعدين هل عمناها مدسة رقمية قالوا سيدة هذا فاش يحكي هل عمناها مدسة رقمية قلنا الرمو المدارس أربعة لئة ما عمناها مدسة رقمية زيرو بابي زيرو بابي بلش أوراق بلش كتاب بلش أوراق بلحد شي وبلش تحطيم الغابات بش نعملوا بابي زيرو بابي وماشينفا ونيتم تنترى نميريزي لتوتي الأكول التونسية واتحية تلكم وريد ورانش قاعدين عانوا فينا شوف الناس قالوا السيدان مش دا مش عامل صلاحة ربوية تيبا ونوزر نخلين كل فش أصلاح المناهج وينو ما عنديش شوف احنا القانون التوجيهي في رئيس الحكومة مش تحدى على المنزل وزراء ومش بش البرلمان انتهينا منه حاليا في رقاملة قاعدة تخدم على برامج جديدة كلها معنى سنة أولى سنة أولى سنة أولى سنة ثانية سنة أولى متحذيري للباق معنى الكتاب الجديد متعاملين ولمعنى شي صح قاعدين كلهم نخدم عليهم في أبريل وستعنى لتطبيقها بأمبرو دوتود انترنسونال من أحسن في العالم وما خلصنا وش عنا خلصتوا لونيساف من البلاد فرنسي عندك مشكلة مع الفرنسيز لا عندي مشكلة أنه مش أحسن نظام تربوي في العالم لا لا أنا قلت لك بيرو دوتود اندبندان ورا وشوف ما فرق بين نظام تربوي بيرو دوتود ممتاز ومعروف عالمين معروف وبلاش يرحم وديهم مجموعة لونيساف ودخلهم جنان نعي وبلغورة مستج عمرة بنتيجة وإحنا مش نطلقوا من نظام الكفايات لنظام المناش يعني نظام الكفايات ضر معناه مش بي قاعدين نحظوا برامج عمج جاي مش تدخل البتدائي بيتخفيف كامل من البتدائي اللي تعدي يتخفيف برامج كل ومتأس سمع الكوتب مش تبدأ تاخد موانا كورتابلة مش نعمله قاعدين نعم أمراه إذا ما تفهم البرامج والمناش ما تحضرش في عمرة قادر تبني بدنجمش واحد معناها قاري بنوع حتى للسنة الخامس وندخلش بدلك في سنة السنة بدنجمش وإذا معناها قالي نجموا نعملوه فيه الاسطالة وينعملوه وهاتوا تشوف لقنون توجيه تحب نعطيوك نصغ نعطيوك رو نبلو أنسوكري بش ننشرون خلنشرون خلني خلي ما في حتى نسوكري ونجحنا لأول مرة في قنون توجيه جديد تشاركي وعدتنا بش تخرجنا كوتيب فيه كل الإصلاحات المتفق عليها والنهائية كوتيب هو قنون توجيه معناها ينشر فيه كل باس الجمعة الجاية في مجلس وزارات ونعطيوه اللي عليه ونعطيوه اللي عليه ونعطيوه اللي عليه ونوريان كاشي معنا من خبي وزارة طربية وزارة شفافة حتى السيدة اللي خرجت لأخويا قرية أنا مخرجة واخويا موجود في زارة طربية قبلي ومتفق ونعطيوه اللي عليه ونعطيوه اللي عليه فيه شاريه لأبون وصاص كنت حابا نطردو وصال عليها جدل الوقت عندي أخويا قرية واختي تقرية وبنت أختي تقرية ومرتي تقرية واشتر العائلة تقرية نطرد العائلة الكل الخطر لأنه زارة طربية وزين نطرد روحها خطر لأنه زارة نقرية انت ديب المعاوذين سيد وزير الأساذ والمعالمين المعاوذين في بالي بشن تدبو ألف في ألفين وسبعتاش انقدبنا صحيح تدبنا ألف معلم خذيتوهم قائمة نهائية قائمة نهائية خطر أنا ريت بعض التشاكيات وبعثولي بعض المعاوذين يقولوا راو كان اسمنا موجود في القائمة لولا البتفاق مع النقابة سمحني هذا شك قالوا لي سيد وزير أنا نقول لك فيما قيلها وانتي يجاوبني ثم بعد ما اخرجناش في القائمة النهائية في متاع الانتدابات وين المشكلة صارت المشكلة وهذه كقائمة أولية قلنا لا قبلنا الاعتراضات الكل عاوذنا صفيناه وموك مش نحاوذ نصفي مرة أخرى لأنها فما فوضى في النيابات تلقى واحد ساعات يقري تتوى في ولاية وتقاه في نفس وقت تقري في ولاية وصار تلاعب في بعض المندوبيات ومش نعاقب نفقنا في بعض المندوبيات صارت ألاعب مندوب مش نتعاقب مش المندوب بخاطر المندوب والله بالقائمة الشخص المسؤول على التلاعب مش نعاقبه فأنا مندوبة ما نعطيكش لأسم يا ما صارت ألاعب أعطيني اسم مندوبة للجهة معناها كيف قسرين سلينا سفاكس طوز الرسوسة وساعات رهو تلاعب ممكن غير مخصو لأنا كانت فوضى كنت مش تعاقبوا عاد مش نعاقبوا بنسور وكل سنة نتحمس وحات عاقبوا حات الوزير رهونا اللي يغلط أنا مضبين تعاقب كي نغلط القانون طبق بما فيه الوزير بما فيه الوزير قلنا صارت لعب في بعض المندوبيات هذك عليش نحات أسامي أما احنا اللي ستم وجود ألا عنده اعتراض يتفضل ألا عنده الشك يتفضل خدينا ألف معلم وصح عليك نعقاب التعليم الثانوي الابتداء مسحها معنا ومسحين وعملناهم بالنسبة الثماني مئة الثانوي ميزلنا نصفيوا فيها نقاب التعليم الثانوي مش حاضرة لأنها رفضة بشتحضر قالت ما تعملش مع الوزير شو نعمل حبني بالصيف كل شي بالصيف كان الحب بالكيف هكي يقولوا هكي قالوا مقاتعين الوزير أرحموا والديهم هم مقاتعين ومخرار نهارة اللي يقولوا معاش مقاتعين الوزير وشو معناه قاتع الوزير ومقاتعش الوزير الوزير عندها وزير تتفضل مع الوزير الوزير عنده وزير وهو رئيس بالقانون هو رئيس الإدارة يمون يعطيوا القائمة تعديها سيد الوزير هم نقابة هم اللي يجيبوا القائمة ومتعديوها مش صحيح الاتخدم في القوائم هي دارة تعليم الثانوي والموارد البشرية ومهمش يجيبوا قائمة وعديوه كي ما تعدلونش جماعاتهم ومتغشو الغشو وجوز في تابعة المشار وناس قلت غشرة ومتغشرة وعنا 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 وشوف الحراب اشتعدى بكاسمار فما تلاعب وفما تلاعب بقائمة المعاوذين ومثل ماش تلاعب مش صحيح مش صحيح أما صاروا صلحناهم معناها تهويل يا أخوي اللي عنده حجرة إلى واحد قال عنده اعتراض يتفضل حالين باب الاعتراضات يا أنا حالين باب الاعتراضات إلا عنده اعتراض يتفضل إلا عنده ما يقول يتفضل إلا عنده حاجة يتفضل يا حاكة ما أكسرش من الديمو structure مش مش يتكونوا المعاوذين هذوم ولا مكونين صباح لا مش يتكون مش يقراوا كما اللي مشيني يقراوا راه مش يتكون مش يتكون وفي الأخير عندهم تفقد ومش يتكون ولا وعندهم تكوين وطفقد ما يندخلوش هنا احنا اتفقنا خدموا معنا عوام وستعملناهم واخلاقين نرجع هلانو مؤتمر الاتحاد اللي عم توسي للشغل هو السبب في الاثتراب بين الوزير وزوز نقبات وعلى علم وزوز نقبين واساس الناس عدل يعقوبي مش موجود في القائمة الوافقية انا عندي برشا مش من خلط في الاتحاد اذيك بلا سالة انت الاتحاد نحترم الحياة الداخل الاتحاد انا اغلب قيادات الاتحاد اصدقائي وعشرة طويلة مبيناتهم ونحترمهم ونحترم مؤتمرهم انا ما ندخلش لا في مؤتمراتهم لا في قياداتهم وما اخرى كما انا ما نحبش تكون يدخلي في الحياة الداخلية هل تأمل ان تنتهي العلاقة المتوترة بعد المؤتمر ماذا به انا ماذا به نسول ترجع لان عنا اليجمعنا اكثر ما يفرقنا اليجمعنا معنا قابت العلمية بالاكثر ما يفرقنا عنا مشروع تموح سلاحة ترابي نتصور للناس كل متفقة لحنا بخدمة مسحة الوطنية سلاحة صغارنا سلاحة مستخدم لولادنا نتصور هما كيفي اما ربما كل إنسان عنده رؤيته البيب محلول انت وزارة التربية يتفضل يرجع ما عناش بريار دفير ما عناش حاية برلين راو عنا البيب مفتوح وزارة التربية عندها خمسة مداخل بارك الله ويتفضل حسب لك ليس هكذا يسقط ناجي جلول شوف شوف انا دي مقول من الحق راو اي مواطن تونسي باش طلب بيقال توزير راو هل هو دور نقابة؟ دور اي مواطن تونسي واول دور يطالب بيسقاة الوزير هو ناخب الانتخب بالوزير احنا اليوم عنا حكومة واحدة وطنانية نتخبوها تقريبا تاسم لينت وز واول حق لناخب لنتخبوا الحكومة هادي ولنتخبوا الحكومة هادي ولنتخبوا الأحزاب موارف الحكومة هم يطالبوا انا لو تندا تونس طالبي قاتل نفهم يعني انا منتخبوني نستبدت شرعيتم الناخبية هذك هي الديمقراطية اي مواطن تونسي بيسقون حين الوزير هذي حق دستوري ابرتو انا مخلا والله يميقلقني من يطالب بيقالت لاني اولا انا الناشط سياسي في الوزارة والخارج الوزارة اتبر كلا عندي عندي طلبة بتاعي وعندي ميدوكتوران وعندي كتاباتي وانا مترجم البرشة لغات معنا كتاباتي مترجم لغات السيدة الاخر جاي يناقش فيها في سفر التكوين قلت ستة شهور ولا ستين تلاناشروا في سفر التكوين عامل عني مقال ما تديش شوف قيمة النجوين الجامعين ما شو كفاها هتحدوا برسلوا طلبة بتاعي ووصلوا ودخل الشيخ جوجل عاليش تمشين قد الجوين تلخمس وعشرين صفحة حنجللون الجامعين شوية مساج شقول لهم مدستي سبور ميدوكري نعمتا انا جنش با ميدوكري نرجع البر نرجع نجي بحديك أنا جي سياسي نجي بحديك بالوزير نرجع نكتب مقالات مش لعبت بالنار سي نجي جلول مش لعبت بالنار ترودكم برشة اتصال برشة تصريحات برشة تصور برشة كده سعود اسهم نجي جلول في الاستطلاعات الرأي ثم تهاوي نجي جلول ترى جعل يوم وليد في المارات برعب على الخامسة نفس الناس اللي كانوا يسانفوك لوليني قبل بلوتون دو تيت دي ما مساج انا شو توجو بلوتون دو تيت اي اما قبلك سافي سعيد عاش به سافي سعيد ناشت سياسي محترم ونعرف ونعندي باريس ونعرف ويعم بزيج وبركوبا واتعرف مانا شوف السياسي كم الشعر تعرف قبل لي الشعر حطوا صوت حكاث حطوا ما تستسيغوا وريش ذاك هو البهي الشعب التونسي حاب سافي سعيد هو حر في اخر مطاف هو حر وليحب فلانو في العالم دي قول يقول الشعب التونسي ما عادش يحب برشة رئيس الجمهورية قلقك نحكي على صنداج نخاتي شوف سالي زور دي بووار سالتوفي نورمان اخي توا دي قول العظيم ما تعرف في سقط في انتخابي لزور دي بووار اليوم اليوم فما وضع صعيب وليبرومي اللي يخلص هو إذن المسؤول يتقال عليك أنك تغريت بالأرقام هذيك ولا أنك تترأسها معنا موجود في القائق أعلى قائمة أنا والله أخطى لكم تصغير نقرة واحد قريتك القصة تكليل ودم قريتك القصة تسمك المغرورة في كليل ودم وما عجبتنيش وينقل عنك أنك تقول موعدنا 2019 قلتها لأنا معني في 2019 كسيس نعني في 2019 أخي أنت كموط نطوزي ماكش معني في 2019 بكل أخي الديمقراطية ما أنت خبت وعنا أنت خبت في 2019 من أي موقع أنا وزير في حملة انتخابية متواصلة أي سياسي يجب أن يكون في حملة انتخابية متواصلة أي سياسي هذا يسل لزابة سيد وطراباي بوليتيك أما كنت سياسي ضعيف البرش عباد لزابة سيد ما هو أن السياسي في حملة انتخابية من المهد إلى اللحة موعدنا 2019 من أي موقع سيد ناجي جلول وزير التربية من موقع ناشط سياسي من موقع ناشط سياسي حتى أنا من موقع تغتيت الانتخابية من موقع أنا على الأقل بروحي كان أحياني يلبي باش نكون ننامل في التفتيت للانتخابات ولمتابعة بطبعه أنا سنتموح ونحب الناس نموحين نحب أنا سي أحمد أنت متراهن على أنت تفكر في المراهنة على الرئاس الجمهورية لا أنا نسأل فيك هنسأل فيك لا حتى لا مش ني دم برلماني مدام الانتخاب الرئيس يفرج نيفرسات وثم انتخابات تشريعية مش برلماني صرف فما انتخابات حرة مباشرة برئيس الجمهورية هل يفكر نيجي جلون هل واحدة من الفراضيات هل واحدة من الفراضيات في 2019 تراشح للرئاس أنا دي منقول محتى العمري عشرين عام جي الموين المزام بسون بوليتيك عندي الإمكانيات عن الإمكانيات وعليش نخبي لأنني عندي إمكانيات وعليش تخبي لينتي من الفراضيات أنك تتراشح للرئاس من الفراضيات مزال ما صار شي وليس مزال تبعيدة ومزال عنه ريس الجمهورية موجود وممتاز ومعنى معبي بلاست وبلك عود بعد 2019 قال معاش بش نعود قال معاش بش نعود قال معاش بش نعود برلمانو عنه ريس الجمهورية لانه عنده كلمة معاش بش عود عنده ريس جمهورية ممتاز معنى هو ذاك بشيات ناس كل أنا عندي وليل جمهورية يعني هو كان رئيس حزب وحاليا رئيس 2019 ما معنى موعدنا في 2019 ومتعود ليش شكل حكياتك متاع بكري سينجي الجلول متاع السياسي هو في حملة انتخابية متواصلة في 2019 اما انتخابات وكذا اي نوع من الانتخاب كتقول موعدنا 2019 موعدنا 2019 انت قاعد تهدد في ناس بش عبيتك انت مغتر بش عبيتك اغترارك بش عبيتك يخليك تمشي الى المركز الاهم لا يترشحوا لرئيس الرئيس الحكومة لا يترشحوا لرئيس الحكومة يترشحوا للبرلمان او لرئيس الجمهورية زوز يترشحوا ايه شكون قلّك 2019 مش نرشحوا روحي كرئيس قائمة لولاية المونستير شكون قلّك هذ ننوي نترشح في قائمة البرلمانية في وليات المستير في 2019 انا راب زي الحاجة اخرى انا تابع الويلة المستير معنا هذيك اجي تير بيه ترشحان بيه ترشح حال البلد تيرينا انا ساكيف يرينا تعرش انا ما قلت حد شي معنا جي با ديكلاري نترشحوا لي مش ترشح اما سرطان من 2019 مش ترشح بولي نشانسي ماري مجلاسي قتل انستضافة الوزير لوحده دون استضافة ممثل رأي المخالف اي ومثل الانتحاد يعتبر وجه من اوجه خدمة صورة الوزير وتلميعها فلا تستوي الكفتين وبالتالي تقع مغلطة شعب ولا كان الحوار وشففن ومحايدن لو وقع هذا لكن مع الاسف ان هذا المبدأ منعدي من لديكم مدام انتي بقريش تصحافهم ترشح معنا صحاف بسلام شوكاليكسينيشي او يقع تستدعاء نقع بين وحدهم انا 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 جاوبت انا حبيت نجاوبها يعني النوع من الهدوم الهدوم اذا بي نجاوب عليهم ساعات ومن الجهل ما قتل شو شوف يفو اوار رحابة الصدر وريكوتي شوف تانك تعم في الصحافة ولا في السياسة وصف وريكوتي شوكاليكسينيشي شوكرا بوبكر بارك الله فيك مرساحة شوكرا